شغولتي سنسلة توركي اللي هي سنسلة كينج ده اساس شغولتي والحمد لله بعمل اي حاجة تاني بعد كده الحاجة علي تورك اشتر راجل بيصمم وبيصنع وبيجهز خواتم وديبل بنور حاجة علي حبيبي وصل محمد بنور الدنيا كلها حبيبي اكتر من خمسة وتلاتين سنة في مجال الفضة اكتر واحد في الدنيا بيعمل برس صندوق افكار بتعمل خواتم شكلها غريب جدا بيعمل حاجات احنا بنظن انها جاية من برس مصر حاليا ترى ازاي بتعمل كده ازاي قدرت تفكر برس صندوق ازاي ازا بينك من كل دول العالم بيجو يخبطوا عليك هنا ازاي وصلت للمرحلة ده والله هو اولا توفيق من ربنا الحمد لله انا زي ما انت قلت معي خمسة وتلاتين سنة في المهنة ده والحمد لله فضل من ربنا انا اساسي شغولتي سنسلة توركي اللي هي سنسلة كينج ده اساس شغولتي والحمد لله بعمل اي حاجة تاني بعد كده الحمد لله بفضل بربنا علينا فانا النهاردة بالنسبة حضرتك ان انت شرفتين ان شاء الله كررت ان انا عمل لك خاتم كده ايه ايه يعني حاجة ايه بسيطة لاخوية مكتوب عليها مزيع الحارة مزيع الحارة مزيع الحارة وتكون دعا اساسي حارة Furiana ايه احنا بنحاول هو الناس كلها عارفة ايارة تسعمية خمسة وعشرين احنا بنحاول على قد مناضر الحمد لله بنعمل ربنا وبنشتغل ايارة تسعمية تسعمية خمسة وتلاتين كمان كمان لانه بيبقى اعمل لنا ان هو بقىاخد فضته كان ان هو الزبوت بيسلم الفضله من هنا من غير دمغة ببقاش على ختم صحيح فلازم ببقى فيدي امانة بانه وبالربنا فاحنا بنحاول نعمل ايار تسو مائة خمسة وتلاتين كمان ورهولنا بعد بتدي بتقص ازاي؟ بتدي هي شريكة زي كده عندنا بنقص منها المأس بتاع الديبلة بتاعيتنا الخاتم ونبتدي نلزاقها بقى ايه؟ نشتغل ايه؟ نلزاقها ونبتدي ايه؟ نشتغل فيها ايوه عباها وهي الحكاية كلها توفيق من ربنا الحمد لله يعني والاكتر على الاقل والله زم حمد فيه فنانين ومشاهير بيجي لك هنا بدون ذكر اسمائهم عشان ما يزعلوش ولكن انا نجوم بجد بيجو لك هنا ويقولولك عايزينك تعمل لنا دبلة وخاتم ليه اختاروك انت حاجعة؟ والله هو برضو توفيق من ربنا هم بيختارونا انا عن طريق الصدفة انا عندي عندي محل صغير كده بترينا صغيرة فوق في الصلحية انا اوه في حارة الصلحية ايه منطقة ايه؟ ايه منطقة حارة الصلحية متفرعة من الحسين طيق من عند سيدنا الحسين طيق قول لنا العنوان بمعشان لو في حد بيتفرج علينا وكرر يبقى عايز يلبس دبلة خطوبة عايز يعمل خاتم محترم عايز يعمل حجر جميل يجي لك فين بالزبط؟ قول لنا العنوان ان شاء الله يجي لي بازن سيدنا الحسين حارة الصلحية على الترك ده لو جي من عند سيدنا الحسين لو جي من ناحية الساغة يخش برضو الساغة يسأل على حارة الصلحية ويسأل على الترك بتاع الفضاء يسأل على المعرض بتاعي او على الورشة بتاعتها هيوصل لان شاء الله يعني الحمد لله احنا حب الناس لنا ايه هيوصلوا لنا بسرعة بسرعة ان شاء الله بيجي لي ناس كتير بقى بتبقى عايزة تعمل حاجات عن الطريق كده عن طريق الصدفة والله سمحمة يعدوا علي كده يقفوا 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 ان انا عندي ورشة ينزلوا ويقعدوا جنبي زي حضرتك كده اعمل لهم الحاجات بتاعتهم فيهم بقى دكاترة وفيهم مهندسين وفيهم خالجيين وفيهم كل ال وفيهم ناس على الله جدا كل المهن اي حد يجي لي عايز يعمل حاجة بيجيبوا عاده جنبي واعملها له في ساعته انا بفكر دايما في الناس اللي بتقول انا عايزة اعمل دبلة خطوبة مميزة فيه ناس تقولك انا عايزة دبلة خطوبة يجيبوا صورة من على الانترنت ويبتدوا يقول للراجل صاحب المكان عم علي يقولوا له عايزين الصورة دي انا زي ما انتم شايفين هو بيبتدي يقطع كده هو ابتدى كده يلي الحد زي ما انتم اه بالاركت وده في الاخرى يبقى خاتم مش حسس انا مش عارف بيه لا يا ماشي ازاي في الاخرى يبقى خاتم ان شاء الله والله العظيم اه طبعا يا خاتم وقتكايف منه افضل شاء الله شاء الله